كثيرة هي الأسباب التي وقفت خلف ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية التي أجريت يوم أمس والتي وصلت إلى 73% نعم فالتنظيم الجيد والمحكم للعملية الانتخابية والوعي والمواطنة عند الناخبين إلى جانب تنظيم مراحل العملية الانتخابية بشكل دقيق وتسهيل عملية الاقتراع كل هذا ساهم في تحفيز الناخبين للمشاركة في اليوم الانتخابي لثقتهم بأن صوتهم يصنع الفرق إن حظد نسبة مشاركة انتخابية عالية في الانتخابات النيابية والبلدية والتي وصلت إلى 73% يحمل دلالات واضحة ويميط اللثام عن مهية أسباب وقفت خلف إحقاقها وذلك قد بدى واضحا من خلال التزام الناخب والمرشح بحقوقهما وواجباتهما ووفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون المارة بخطوات عديدة كعرض جداول الناخبين والاعتراض عليها وتسويتها وفي فتح باب الترشح لعضويتين المجلسين النيابي والبلدي ومن ثم عرض كشوف المرشحين وفيما بعد حق الاعتراض والطعن عليها وبعد أن تمت تسوية جداول الناخبين والاستقرار على أسماء المرشحين المدرجين في كشوف معتمدة عدتها اللجان الإشرافية في كل محافظة من محافظات المملكة الأربع انطلقت المظاهر الانتخابية لتملأ أرجاء شوارع المملكة من صور ومقار انتخابية رافقها اجتهاد مستمر لمرشحين صب اهتمامهم على كسب تأييد الناخبين في دوائرهم ليتوجه الوقت مسرعا نحو مرحلة الصمت الانتخابي دون حصول مخالفات تذكر من قبل المرشحين ومناصريهم لتحين بعدها ساعة الصفر بانطلاق اليوم الانتخابي بكماله وتمامه مؤطرا سير العملية الديمقراطية فيه من حيث سلاستها ومرونتها وما قامت به اللجان الإشرافية بالتعاون مع عديد الجهات الحكومية والأهلية من تذليل لكافة الامكانات الفنية والبشرية الملمة بكيفية استخدام أدوات النجاح داخل أركان عملية انتخابية مسؤولة بتوفيرها الأجواء الملائمة لرسم رونقها الخاص ليشهد اليوم الانتخابي بروز صور متلالئة أحاطت جزئية التنظيم الملفت والكبير لعملية الاختراع والتي لم تغب عنها لا شاردة ولا واردة تتعلق بتسهيل دخول الناخبين وعمل مسارات لكل الفئات المجتمعية بمن فيها كبار السن ولذوي الهمم وتوفير المساعدة لمن يحتاجها منذ دخول المركز والتوجه إلى مدقيقي البيانات لتسليمهم أوراق الاقتراع النيابي والبلدي ومن ثم إرشادهم إلى كبائن الاقتراع من باب تأمين خلوة انتخابية بمواصفات توفر الاستقلالية والسرية والراحة للناخب الذي ما أن يدلي بصوته حتى يرشده المنظم إلى مخرج القاعة ويتأكد من مروره عبر الجهاز الأمني قبل خروجه من الباب المخصص للخروج تسلسل منطقي لحقيقة الإجراءات والخطوات التي رافقت العملية الانتخابية برمتها استهدفت التسهيلة على الناخبين والمرشحين الأمر الذي ساهم في تحفيزهم على المشاركة بحسابات المعادلة الانتخابية وزيادة حجم الثقة لديهم ليكونوا جزءا فاعلا في هذا العرس الديمقراطي لتلفزيون البحرين محمد رشادت